أول سؤال معنا كل المراحل العمرية الواحد بيعرف يقول إيه وما يقولش إيه على قد المرحلة لو رجعنا الوراء للمرحلة الأولى الخطوة الأولى في التمثيل وجه الأمر كنت متوقعة أنت حتبقي ممثلة لها نفس الوهج اللي حاصل دلوقتي المحترفة نجمة الدراما دلوقتي يعني أنت نجمة درامية كبيرة قادرة على إقناع الناس كنت شايفة دا ولا ما كنتيش شايفة دا لا بصراحة ما كنت شايفة دا خالص طب كنتي عايزة دا كنتي بتحلامي دا كانتش فارق معايا يعني أنت عملت مثلتي وانت ما كانش فارق معايا خالص يعني أنا دخلت التمثيل من خلال الفوزير أول حاجة عملتها كان فوزير حلم والعلم سنة 2000 وكنت دخلت تجربة دي علشان كنت محب الرأس والغنى ما كانتش سكتي بس كان غنى أدائي يعني على قد الفزورة وعلى قد التترات والحاجات اللي كنا بنعملها بس كان أبوصي ما فيش حد ما فيش بنت بتقالي في مصر ما كنتش بتحب نيلي وشريهان والفوزير وقالب ليلة وليلة دي حاجة كانت موجودة مع شهر رمضان دا موجود فلما تعرض علي أعمل فوزير انبسطت حيث إنه حرقص والموضوع خفيف ولذيذ طبعا لما دخلت التجربة الموضوع صعب جدا لأن مطلوب منك تمثلي وتغني وترقصي وتعملي كل الحاجات دي في وقت قياسي خصوصا أنا ما كنتش متحضرة أنا عمري ما مسلت ولا عمري ما عملت ما كانش ليه أي تجارب بالشكل دا بس أنا كنت داخل أعمل التجربة وأنا مطسوطة يعني مش فرق معايا الصحافة هتكتبقي لسه بصي ما كانش عندي خبلة أصل الصحافة والنقاط وحيكتبوا إيه ما كانش فرق معايا حتى أنا كنتشتبت كثير بس ولا فرق معايا لأن أنا كان بيتي الأساسي هي دار الأوبرا المصرية فرق بليه أوبرا القاهرة ده طموحي يعني أو ده حاجة اللي أنا بحبها جات لي التجربة التانية كان مسلسل واجه الأمر مع سيدة الشاشة العربية مدام فاتن حمامة وهي اللي كانت مختروني للدور دا بعد ما تفرجت عليها على الفوزير لأن كنت عاملة بنتها اللي هي طالبة في المعهد البلي فقالت أنا عايزة البنت دي هي مدام فاتن هي اللي كانت حكيت فلما جيت اتعرفت يعني ايه تمثيل بس السيل برضو عارفة يمكن الدور كان لايق عليها فما كانش فيه تمثيل كتير قوي على قد ما هو كان حاجات خفيفة فبرضو كنت بعمل التجربة دي وأنا في الأساس بشتغل في دار الأوبرا المصرية عندي طموح تاني أساساً بعمل ايه؟ طريقة كان بيترسم لوحده هي جات كده من عند ربنا عارفة اللهوي لا حد ما ابتديت بقى بصراحة ما كنتش لقية نفسي قوي لأن الأدوار اللي أنا كنت بعملها ما كنتش لقية نفسي فيها اشتركوا في القناة